بخلاف كل التوقعات مشاركة أهالي حلبشة في عملية الاستفتاء كانت منخفضة ولم تصل إلى المستويات التي تنسجم مع التوصيفات التي أطلقت عليها باعتبارها رمز مظلومية الكرد والمدينة التي ضربت بالسلاح الكيميائي في ربع عام 1988 حيث بلغت نسبة المشاركة 54% بعض السكان حلبجة أكدوا أن القيادة الكردية استعجلت في إجراء الاستفتاء وكان من الأفضل تأجيله نسبة أصوات التي أدل بأصوات نعم لاستفتاء إقليم كردستان 79% والنسبة أصوات لا 14% هو داتا ورقم أرقام دقيقة فقدت كل أشقائي وشقيقاتي ووالديها في القصف الكيميائي وأنا كنت مع تأجيل التصويت كما أنتقد الحكومة الاتحادية وإني أرى أن الدولة الكردية حلم جميل صعبة المنال مواطنون اختلفت أراءهم حيال الاستفتاء حيث أكد البعض أنه أدل بصوته لرفض الانفصال وأن جميع اللاءات وجهت ضد الحكومة المحلية التي لم تقدم أي تخدمات وهم يرفضون الإنسياق وراء أفكار قومية فيما يرى آخرون أن الواجب القومي يقتضي الإدلاء بنعم لاستقلال كردستان أنا صوت بلا في الاستفتاء لأني لا أريد أن أنصر هلاء الذين لم يقدموا أي تخدمات وهم يحملون أفكارا قومية أنا صوت بلا ويجب على كل كردي أن يقول ذلك من أجل الاستقلال إدارة حلبش أشرت إلى وجود الكثير من المشاكل والأزمات التي تعاني منها وقد عصفت بها مشاكل سياسية واقتصادية قوية إلى أن نسبة المشاركين مقارنة بالانتخابات الأخرى التي جرت في السنوات السابقة لا تختلف كثيرا ورغم أن العلم العراقي ما زال بجانب الكردستاني في هذه المحافظة الجديدة الصغيرة إلا أن حجم الأزمات كبير جدا استحدثت هذه المحافظة منذ عام 2015 ونحن نعاني من أزمات عدة كل أبناء الشهداء حلبشة شاركوا في الاستفتاء لأننا نمثل الرمز القومي الكردي أهل الحلبشة يستعقون الأكثر مواطن حلبشة أشاروا بأصابة الاتهام إلى الحكومتين الاتحادية والأقليم في عدم إنصاف مدينتهم أو المدن العراقية الأخرى مثل الدجيد التي تعرضت إلى معاناة كبيرة على يد نظام صدام حسين أزمات سياسية واقتصادية تشهدها حلبشة فيما القلق ما زال يسيطر على مخيلة أهلها كل هذا كان سببا في عزوف الكثيرين عن الإدلاء بأصفاتهم أو أن يقولوا لا سوران الدودي الحرة من مدينة حلبشة